هذا وكثفت قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من عملياتهم العسكرية في عدد من المناطق بتاعز وتاتي هذه العمليات أثناء تقدم المقاومة في الجحملية ومحيط القصر الرئاسي خلال الساعات الماضية تطورات جديدة في المعارك التي تشهدها مدينة تاعز منذ أشهر بعد أن سيطر الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي على مضيق باب المندب وهو ما ساعد المقاومة الشعبية في شن عملية عسكرية واسعة على الميليشيا جنوب وشرق المدينة سجلت المقاومة الشعبية تقدما جديدا في جبهات القتال بعد الغارات الجوية التي شنتها مقاتلة التحالف العربي على تبة السلال وصالة وجبال النار ومنزل القائد العسكري مهدي مقولة المقرب من المخلوع صالح ومنازل أخرى لقيادات حوثية وحي الزنوج والدفاع الجوي ومنطقة الربعي وحي حسنات والضباب كما امتدت الغارات إلى القطاع الساحلي لللواء 35 بالمخاء سلسلة الغارات الجوية للطيران التحالف العربي خلفت عشرات القتل والجرحى من مقاتلية الميليشيا المتمردة ودمرت دبابات وعربات بي ام بي ومخازن للأسلحة وعدد من الأطم العسكرية المواجهات التي شهدتها تعز بين رجال المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي اشتدت في وادي القاضي والدحي وكلابة ومحيط معسكر قوات الأمن الخاصة والقصر الجمهوري في الوقت الذي سيطر رجال المقاومة الشعبية على مدرسة صلاح الدين المطلة على القصر الجمهوري وشنت الميليشيا قصفا عشوائيا عن الأحياء السكنية سقط فيها ضحايا مدني بين قتيل وجريح الميليشيا تدفع بكل تعزيزاتها ومقاتلها أملا في سيطرة على تعز إلا أن المقاومة الشعبية والتحالف العربي واجه ذلك الحج بكل بسالة وألحق بالميليشيا خسائر فادحة ترجمة نانسي قنقر